احنا اتكلمنا ان كل التوقعات دي وكل التمنيات دي كانت برضو قبل ماتش الاهلي والانتاج الحاربي ولكن احنا ما شفناش ده يمكن في الشوت الاول المباراة اللي فتت شفناه في الشوت التاني اكتر البكرة لو تكرر السيناريو ده برضو حضرتك هتبرره به ولا متوقع بالعكس احنا نشوف اداء زي الشوت التاني من اول دقائك في الشوت الاول هو طبعا عشان نوضح للناس يعني اللي حصل في ماتش الانتاج النادي الاهلي عليه ضغطات بالنسبة للمباراة النادي الاهلي ميلعب 8 مباراة ولا 9 مباراة ولا 10 مباراة في خلال 28 يوم فده حمل تعليك ضغط وعليك كمان فكرة ان الست اللعيبة بيشاركوا مع المنتخب القليميلي وعليك حاجات اه يعني عشان نوضح للناس عشان برضو الاداء او الشكل اللي عمد على النادي الاهلي سواء جميل الاهلي ما شاء الله عندها ثقافة ووعي ومركزة جدا مع الفرقة وعارفين الظروف والسيناريو بتاع المباريات فالضغوطات دي كلها مع نقص العدد في العيبة مميزة جدا جدا بتضموا للمنتخب القلومبي اكيد بيفرقوا مع النادي الاهلي مع ضغط المباريات فلما بقى فيه لد على النادي الاهلي وفيه الدغوطات دي كلها فكواسي ان اللعيبة بتقدر تتلاشى دي وكواسي ان المدير الفني بتعامل بخبرة كبيرة وبرده بيعمل عملية الروتيشن وبيقدر يعالج الحاجات اللي بتحصل فلما يحصل لقد الله يسقط مني في وسط المبارات دي اداء او يسقط مني بنت او حاجة دي وردة بس في المحصرة النهائية الاهلي بيلمي نفسه وبيقدر يسيطر وبيقدر يوصل للهدف اللي هو مرجو منه فالسيناريو اللي حصل اللي فات دوت مش هيكره حاجة اه لان احنا وضحنا الامور اللي هي بتاع ضغط المباريات وعدم برضو وجود عناصر مميازة جدا 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 اللي هي ناقصة دي بتدي باور لما دي الاهلي لو هي موجودة مع زميلهم فالماتش اللي جاي كل اللي حصل في المباراة الاوامية او للمبارات اللي فاتت الاهلي بتدرجوا وازن الله بيحطها قدامه ان السيناريو ما يتكررش بس نضيف برضو الانذارات الموجودة يعني اعتقد برضو محمد هاني ممكن ملعبش من بداية المباراة يعني متوقع الى حد كبير اه لو هاني مسلا اه ملعبش في برضو او ده تقريبا كان الانذار التالت لي او كده كده مش هيلعب تقريبا ممكن نكون الانذار التالت او ممكن نكون تاني بس موضوع هاني يعني بساعات بنشوف حسان الشحات بلعب في الحتة دي كويس جدا اه ساعات زي المطش اللي فات لما المدارب عمل تغيير تكتيف دي شل باكرايت وحط واحد من التالت الاخراني ناحية المين عشان ينزل فروت عندنا والتغييرات نتجة ان احنا احرازنا الهدف بتاع بواليا وبقى في شكل في اي غيابات او لو حد هاني مش موجود ممكن رامي ربيعة مسلا يحل رامي فعلا هيحل رامي اي حد من هما بتوخط الضغر الحمد لله لعبة الاهلي عندها مرونة تكتيكية وعندهم برضو اه 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 فانيات الملعب ان يقدر يتحط في اي مركز وزاد خط الضغر اللي السردباك ممكن يلعب عالطرف يلعب باكرايت يلعب باكليف عالاقل لو هيعمل المهام الدفاعية بنسبة 100% لو عملتش الحتة نغمية ممكن مش مطلوب منه ممكن مش مرحل من غ من الحزن مهم باكراك رامي رائع أعطاقا وزاد رائع